اشتركوا في القناة في حارتهم ما يريد يسمع الأذان قال إني ذاهب إليه أطلب منه تبرعا قالوا يتبرع لك هذا ممكن يتبرع لي إنشاء مرقص يتبرع لي إنشاء مكان محرم أما يتبرع لي مسجد هذا اغسل يدك قال يا أخي أنا ألقي دلوي مع الدلاء أرمس النارتي يمكن الله يرزقني فمضى وطرق عليه الباب فتح له الخادم أين يعني صاحب البيت وكذا دخل قال إمام المسجد يريدك قال قل لما هو موجود فأصر عليهم إلا تطلع لي ويضرب لحد ما طلع له وهو غضبان يا إشتبغى ماذا تريد قال والله الله يحفظك مساك الله بالخير كيف حالك قال طيب أخلص عليه ماذا تريد يعني إشتبغى الصلاة أنا أصلي يعني أنا لازم أصلي عندكم مساجد كثير ظن إنه سينصح ليش ما تصلي معنا فقال لا والله بس عندنا المسجد يعني إحنا بنغير الفرش ونحتاج إليك ونحتاج والله لا نزل نحتاج إلى تبرعات فنريدك تزاك الله خير تتبرع لنا قال أتبرع المسجد اللي ينبني في الحارة عندي الآن أنا مزعجني المسجد اللي في الحارة الثانية وتريد أكمل هالمسجد اللي في الحارة قال والله تزاك الله خير وأنت إن شاء الله رأي خير فهذا الغني وضع يدك كذا على جيبه وقال طيب افتح يدك ففتح الشيخ يده مد يده ظن إن الرجال بيطلع يعني عشر تلاف عشرين ألف يمشون حالهم بها فإذا بهذا التاجر يبصق في يده فمسحها الشيخ في صدره وقال هذه في وجهي وهذه لوجه الله فماذا تضع فيها قال هذه لوجهي هالبسقة لكن هذه لوجه الله فماذا تضع فيها فكأنما سبحان الله يعني صب عليه ماء باردا أو شبك فيه كهرب انتفض من هالك انتفض يعني وجلس وقت حتى يستوع بالكلمة هالغني توفيق من الله وضبط للنفس ثم قال أستغفر الله أول مرة في حياتي يستغفر الظهر من أربعين سنة أستغفر الله 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 ثم قال تفضل يا شيخ الحين صرت شيخ والله جيد ودخل الشيخ وضع ذه ضيافة قال كم بقي عليكم بس في المسجد قال والله كثير احنا نبغى منك عشر الاف قال كم من اللي بقي قال بقي علينا مئة وستين الف قال هذا الشيك بمئة وستين الف واي شي تحتاجونه يقولوا اصبح الرجل من عمار المسجد شوف يا جماعة الذي يوفق حقيقة فعلا لي استعمال مثل هذه الاساليب الرفيقة اللينة المؤثرة ولا ينتصر لنفسه يعني الله تعالى يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله ما قال ادعو الى نفسي لا ادعو الى الله على بصيرة انا ادعو الى الله انا اريدكم ان تطيعوا الله انا اريدكم ان تعظموا الله لا تعظموني انا انا اريدكم ان تحبوا الله ليست تحبوني انا انا اريدكم ان تقبلوا على الله لا تقبلوا علي انا المقصود الاعظم هو الله فان تفضل الله وتكرم علي ووضع لي قبولا بينكم فهو فضل من الله تعالى ومنا قل لا اسألكم عليه اجرا إلى المودة في القربة أقارب قارب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق لأن التعب هو نصح الناس وتوجين فله حق أن يكرم ويكرم أقاربه اشتركوا في القناة